مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى سؤال اليوم ماذا تعرف عن الدراسة في النمسا لابد أن الكثير مننا ليس لديهم معلومات كافية عن الدراسة في النمسا وهذا طبعا لأسباب كثيرة ولكن أهمها أعتقد أنه عندما نرغب بالبحث عن معلومات للدراسة في الخارج سواء مجانا أو على النفقة الخاصة نستهدف الدول المشهورة مثل ألمانيا فرنسا إسبانيا بريطانيا وغيرها من الدول الأخرى اليوم سوف نتحدث سويا عن المنح الدراسي المقدم للدراسة مجانا في النمسا ولجميع المراحل الدراسية من باكلوريوس وماستر ودكتورة وذلك عبر موقع رائع شبيه بالموقع التي تحدثنا عنها سابقا للدراسة في ألمانيا وهولندا وكندا طبعا هذه الفيديوهات التي تحدث عنها هي الفيديوهات الموجودة تترونها من هنا هذا هو الفيديو الخاص بالبحث عن المنح الخاصة للدراسة في كندا ولاحقا تجد إلى الخلف فيديوهين آخرين واحد يتحدث عن المنح المقدم الدراسي في ألمانيا طبعا جميعها تكون في موقع واحد والمنح المقدم الدراسي في أولندا طبعا هذه الفيديوهات تسهل عليك كثيرا عملية البحث لإيجاد المنح الدراسي المناسب لك طبعا ممكنك إطلاع الفيديوهات بعد الانتهاء من هذا الفيديو لكي تأخذ فكرة شاملة عن العديد من المنح المقدم إلى أكثر من دولة من حول العالم بشكل عام النمسا هي دولة أوروبية تقع في قلب أوروبا بين ألمانيا وتشيك في الشمال هنغاريا وسلوفاكيا في الشرق إيطاليا من الجنوب والسويسرا من الغرب اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الألمانية وبالتالي معظم البرامج التعليمية المتوفرة في البلاد مقدمة باللغة الألمانية لكن تتميز الجامعات النمساوية بأنها تقدم تعداد كبير من البرامج الدراسية باللغة الإنجليزية طبعا يضاف لذلك أن الجامعات النمساوية تعتبر من أفضل الجامعات في أوروبا ولها تصنيف مرتفع أيضا على مستوى العالم وهذا يعود طبعا لجرد التعليم وقوة المنهج التدريسية والبحث العلمي في البلاد إذن الآن للدراسة في النمسا يوجد أمامك خيارين إما الدراسة عن النفقة الخاصة حيث لا تعتبر التكلفة الدراسية مرتفعة وخاصا إن كانت باللغة الألمانية أما برامج اللغة الإنجليزية فغير مرتفعة أبدا مقارنة مع التكاليف في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية قد تتراوح التكلفة بين 1000 ل 5000 يورو سنويا لعمظم البرامج الدراسية المقدمة باللغة الإنجليزية البنامج المقدم بيغال ألماني أرخص من هذه الأسعار بكثير أما بالنسبة للخيار الثاني طبعا هو الذي يهمنا وهو البحث عن المنح الدراسي المناسب لك للدراسة مجانا والحصول على مصاريف المعيشة والسكن في النمسا إذن الآن سوف نسهدف أفضل الموقع الخاصة بالمنح الدراسي والذي يحوي على ما لا يقل عن 250 فرصة لكافة المراحل من بكلوريوس ماستر ودكتورة ولمختلف الاقتصاصات الدراسية ولننتقل الآن سويا لنرى الموقع وكيفية عمله ولكن أصدقائي كما هي العادة قبل الانتقال للموقع هذه القناة على اليوتيوب يرجع من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاص بالقناة لكي تصلكم جميع الفيديوهات القادمة لاحقا إذن أصدقائي هذا هو الموقع الذي كنا نتحدث عنه هذه الواجهة الرئيسية للموقع الموقع غير معقد أبدا عملية البحث عن المنح عبر هذه الموقع بسيطة وسهلة جدا لديك أولا القسم الأول حيث يمكنك البحث عن المنح الدراسي حسب اسم المنحة فقط بالضغط من هنا يمكنك كتابة اسم المنحة إن كنت تعلم أي منحة مشهورة ومعروفة في النمسا ويمكنك إيجادها عبر هذا الموقع أو الطريقة الأسهل طبعا هي البحث حسب الفئات التي ترغب بتحديدها مثلا بالنسبة للمربعات الأولى نقوم باختيار البلد الأوريجين أو الخاصة بك سوف نأخذ الجزائر كدولة عربية لأنها أقرب شيء في القائمة أقرب دولة في القائمة وطبعا أنت تقوم بوضع الدولة خاصة بك طبعا الدولة المستهدفة هي الدولة التي سوف نقوم بالبحث عن المنح الدراسي فيها هي النمسا هي موضوع مسبقا نقوم الآن باختيار نوع الفرصة التي نبحث عنها طبعا نلاحظ بأن أول خيار هو خاص بالمنح الدراسي الكاملة التمويل التي عادة تشمل السكن والمصاريف الشهرية والمعيشة بالكامل في النمسا طبعا بالضغط عليها تظهر لك جميع فقط المنح الدراسي المقدمة ضمن هذه الفئة طبعا يمكنك أيضا اختيار المنح الدراسي التي المقدمة مدة فصل دراسي كامل أو سنة دراسية كاملة وأيضا المنح المقدمة لكورسات الصيفية سوف نقوم نحن بالضغط على جميعها لكي نقوم بالطلاع على جميع أنواع المنح المقدمة تحت هذه الفئة تقوم أنت بالضغط على الفئة التي تهمك وإيجاد المنح الدراسي الخاصة بهذه الفئة طبعا هنا يوجد أيضا منح مقدمة للدورات التدريبية العملية والمنح التي تقدم التمويل طبعا التمويل هنا يشمل سواء التمويل يمكنك فقط طلب تمويل للمعيشة ودفع أقصاد جامعة بنفسك أو طلب دفع أقصاد الجامعة ومن ثم التكلف في تكاريف المعيشة أنت بنفسك والمنح المقدمة للأعواردز أو الجوائز المقدمة للطلاب وبالنسبة للمنح الخاصة بالبحوث العلمية وأيضا التمويل الخاص بالبحوث العلمية نحن هنا قمنا بتحديد جميع الفئات الخاصة بالمنح نرى أنه يوجد 272 فرصة دراسية متاحة تحت هذه الفئات طبعا قمنا على سبيل المثال بإجادة العلامة من المنح أو التمويل الخاص بالأبحاث نوعز أن عدد المنح قلة وبالتالي أنت تقوم فقط باختيار المربع التي ترغب به أو يمكنك اطلاع على جميع الفرص المتاحة من هذا الموقع بتوضع علامة على جميع المربعات لاحقا نقوم باستهداف الفئة الدراسية الخاصة بك مثلا تقوم باختيار فئة البكالوريوس أو الماستر أو الدكتورة نحن لم نقوم باختيار أي مجال لكي نقوم بالطلاع على الفرص أو المنح المتاحة هنا أهم خطوة هي اختيار الاختصاص الدراسي الذي تبحث عن المنح الدراسي ضمنهم مثلا ناخذ اختصاص الصيدلة على سبيل المثال نلاحظ وجود 81 منحة دراسية للصيدلة ضمن الفئات الموضحة مسبقا والتي تشمل دورة الجزائر ضمنها أي أن جميع الأطلاب الذين يرغبون بالتقديم من الجزائر هم أهلون للتقديم على 81 منحة المتاحة لناخذ على سبيل المثال هذه هي المنح الخاصة بالتمويل الكامل المنح الخاصة بالدورات أو بالفصل واحد أو سنية كاملة والمنح الخاصة بالدورات الصيفيية وجميع منح من هنا إيمكنك الإطلاع عليها لنأخذ على سبيل المثال أول منحة بالضغط عليها من هنا ننتقل لموقع الخاص للمنحة أو الفرصة طبعا أولا نجد جميع الدول المؤهلة للتقديم على هذه المنح أو هذه المنحة نلاحظ أن معظم الدول العربية أو جميعها مشمولة ضمن هذه الفئة يمكنك أن تبحث عن الدولة الخاصة بك الدولة المشتدفة هي النمس بالنسبة للإختصاصات الدراسية المشمولة هي هذه الإختصاصات العلوم الطبيعية والعلوم التقنية والطب أيضا ومشمول بها علوم الزراعة الزراعية والعلوم الاجتماعية وما إلى ذلك من فنون وما إلى غيرها من البرامج المذكورة هنا بالنسبة للنوع هذه المنحة هي مقدمة مدة فصل أو سنة دراسية كاملة طبعا لأن مدة البرنامج المتاح ضمن هذا البرامج هي مدته تكون سنة دراسية كاملة وبالتالي المنحة مقدمة لكامل مدة برنامج الدراسي المراحل المستاذفة هي مرحلة الماستر ومرحلة الدكتورة هي مستاذفة ضمن هذه المنحة بالنسبة لموعد إغلاق المنحة نلاحظ أن المنحة تغلق في الواحد والثلاثون من شهر مي سنويا وبالتالي أنت مثلا قد فتنا قد فاتتنا هذه المنحة لهذه السنة ويمكننا بالتالي التخضير للتقديم على هذه المنحة إن كانت تهمك في السنة القادمة مثلا أنت الآن تعلم متى مععد إغلاق هذه المنحة ويمكنك بالطبع الإطلاع على جميع شروطها والمستندات المطلوبة عبر الموقع الخاص أو التواصل عبر الإيميل أو التواصل عبر الهاتف مع المسؤولين من هنا طبعا هذه هي معلومات المنحة يمكنك عند أيضا اطلاع عليها نأخذ مثلا منحة أخرى على سبيل المثال نقوم بضغط على منحة الثانية نلاحظ أن جميع الدول العالم متاحة للتقديم أو الطلاب من جميع الدول العالم المؤهلين للتقديم على هذه المنحة المقدمة إلى النمسا المجالات الدراسية المتاحة ضمن هذه المنحة أيضا بالنسبة لنوع المنحة فهي منحة مقدمة للبحث العلمي مقدمة لكامل مدة البرنامج الدراسي المرحلة المستادفة هي مرحلة الدكتوراه نلاحظ أن المدة هنا تتراوح بين 24 شهر إلى 36 شهر أي حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات دراسية كاملة عدد المقاعد المتاحة سنويا في هذه المنحة هي من 60 إلى 70 مقاعد دراسي لمرحلة الدكتوراه هذه أيضا معلومات المنحة الأخرى نلاحظ أن المنحة تمويل الخاص بمنحة حوالي 38 ألف يورو سنويا هذا المبلغ عالي جدا طبعا بإضافة لمبلغ 500 يورو هذا المبلغ يمكن أن يمنح للطالب الحاصل على المنحة لتغطية تكاليف السفر أو في حال وجود مشروع سفر سواء ضمن النمسا أو خارج النمسا وبإضافة لمبلغ 1900 يورو مقدم سنويا في حال كان الطالب الحاصل على المنحة لديه عائلة وهذا المبلغ يقدم للتشايل كير أو للعناية بالأطفال الخاصة أو الأطفال أطفال الطالب الحاصل على المنحة بالنسبة للموعد إغلاق المنحة أيضا 31 من ماي 2019 أي أن فاتتنا هذه المنحة لهذه السنة وبالتالي هذه المنحة ذات تمويل عالي جدا يمكنك التحضير للتقديم عليها في السنة القادمة طبعا كما ذكرنا من قبل معلومات التواصل والموقع الخاص والإيميل الخاص بالمنحة من هنا ومعلومات أخرى للمنحة ويمكنك الاطلاع عليها من هنا أيضا إن قمنا أصدقائي بالعودة إلى الواجهة الرئيسية للموقع وقمنا مثلا باختيار مرحلة البكالوريوس أو الاندرغراجويد فقط على سبيل المثال لاختصاصات الصيدلي فقط نلاحظ وجود 12 منحة متاحة لاختصاص الصيدلي ضمن مرحلة البكالوريوس نقوم بالضغط عليها لإطلاع على جميع المنحة المتاحة لنأخذ مثلا المنحة الأولى لنطلع على المعلومات الخاصة بها طبعا جميع الدول في العالم مؤهلة للتقديم على هذه المنحة مع عداء النمسا ودول الاتحاد الأوروبي طبعا هذا يعني أنه فقط دولة الجزائر يمكن طلاب جزائر يمكنهم تقديم على هذه المنحة وإنما جزائر هي واحدة من الدول المؤهلة للتقديم على هذه المنحة الدولة المستهدفة طبعا هي النمسا اختصاصات الدراسية المتاحة المدية هي فصل دراسي كامل أو سنة دراسية كاملة المراحل المستارفة بكالوريوس ماستر دكتورة ومرحلات بعد الدكتورة تشمل المنحة أيضا راتب شهري بقيمة 300 يورو لمدة سنة كاملة تشمل إذن دفع كامل الرسوم الدراسية مع المعيشة ومع راتب شهري كما ذكرنا بإضافة أنها تشمل ترافل كوست أو تكاليف السفر لكي القيام بي القيامة للنمسا هو الإجراء برنامج الباكالوريوس وأيضا تاريخ الانتهاء على التسجيع لهذه المنحة هو الواحد وعشرون من شهر السادس طبعا هذا يعني بالأمس ونعتذر أصدقائي ولكن نحو نحاول دائما نشر المنحة الدراسية بأسرع وقت لكي يمكنكم التقديم عليها وبالتالي يمكنك التحضير لهذه المنحة للسنة القادمة أو يمكنك طبعا الاططلاع على المنحة المقدمة لاختصاصات أخرى ولمراحل الدراسية أخرى لكي تجد منحة تخلق في الشهر القادم مثلا وتملك الوقت الكافي للتقديم عليها وأخيرا معلومات الخاصة بمنحة من الموقع الرسمي الخاص ومعلومات التواصل من هنا إلى هنا أصدقائي نكون قد طلعا على هذا الموقع الشامل عن جميع المنحة المقدمة للنمسا طبعا بالضغط على نيو سيرتش تقوم بالتوجه إلى إجراء بحث آخر جديد من البداية طبعا هنا تلاحظ مجموعة من الأسئلة المطروحة ضمن هذا الموقع حول المنحة المقدمة طبعا يضاف إلى هذا الموقع موقع آخر يحتوي على منحة رئيسية مقدمة إلى النمسا سوف أقوم بوضع رابط الموقعين في أسفل الفيديو لكي تقوموا بالاطلاع على الموقعين سويا هذا الموقع فقط تقوم بالدخول إليه ورؤية مجموعة مننا المنح مقدمة تحت قائمة البكالوريوس ومنح مقدمة تحت الماستر ومنح المنح المقدمة تحت مرحلة البوستغراجويت ومراحل الدكتوراه والبي اتش دي ومراحل ما بعد الدكتوراه طبعا هذه جميعها منحة منظمة ومقسمة ضمن فئاته وبالتالي هذا الموقع فقط يمكنك تدخول إليه ولا تطلع على المنح الخاصة ضمن الاختصاص أو المرحل الدراسي الخاصة بك إلى هنا أصدقائي نكون قد انتهينا من فيديو اليوم إن أعجبك أي جزء من هذا الفيديو لا تنسى العجاب به ومشاركته مع أصدقائك وكما أخبرناكم من قبل يمكنكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاص بالقناة لكي يتصلكم الفيديوهات اللاحقة أول بأول اشتركوا في القناة